بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدونك سلطان النصير أعظم المبادرات الإيمانية التي تخرج من قلب يحسن الظن بالله قضية إحسان الظن بالله قضية نمتحن فيها يوميا منا من ينجح ومنا من يفشل وبعض الناس يتصور الصورة السوداء دائما الغد مقلق مفقر مخيف ممرض الأحوال صعبة الظرف صعب أنا خائف على الأولاد خائف من مرض خائف من فقر يعيش في هذه الهواجس وما يعيش فيه يبقى فيه ويموت فيه خوفك من المرض أنت في مرض خوفك من الفقر أنت في فقر يرمز لنا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على شيخ كبير يعاني من الحمى فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يتراءى خيوط الأمل حتى في شدة مرضه فقال له طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله يعني إن شاء الله ما فيه خوف عليك مجرد هذا مرض عابر يطهرك وتمشي الحكاية لكن هذا الشيخ للأسف الشديد نظر إلى المسألة نظرة سوداوية فقال طهور مش عاجب كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش عاجب التفاؤل هذا طهور بل هي حمى تفور تصل بالشيخ إلى القبور يا لطيف قال هي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدام أنت شائفها هيك فهي كذلك اخترت النظر السوداوية فلك ما اخترت يا لطيف فمات فيها يا لطيف هذا حديث مرعب هذا حديث مرعب إنه طالما الإنسان لا يرى إلا النكبات والحسرات والقلق هيك أن تجالس هؤلاء القانطين من رحمة الله هناك أعداء للتفاؤل أعداء للنجاح أعداء للأمل وهؤلاء سرعان ما تسبح إليهم الجلطات والأمراض الخفية والنكبات والنكسات ويحفرون قبورهم مبكرين لكن المؤمن بيعرف أنه زي ما في صحة في مرض في حياة في موت الله سبحانه وتعالى يتجلى بأسمائه وصفاته على عباده الواسع المقدم المؤخر الرافع الخافض الحياة مشلون واحد لكن كيف إحنا نجذب الأقدار الجميلة إلى حياتنا نتصور دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويعجبه يحب الاسم الحسن والفأل الحسن لدرجة أنه سأل واحد النبي صلى الله عليه وسلم اسمك إيش؟ قال له حزن قال له بل أنت سهل قال لا أنا حزن يا لطيف يا ابني خليها سهل لحكاية ليش تشد على حالك إيه؟ قال أنت سهل قال بل حزن قال لا يزال الحزن فيكم إلى يوم القيامة روح يا لطيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن والفأل الحسن ليش؟ بدأ من النبي بده يغير لك الاسم هذا اتعيش في رحمة من الله في سهولة في يسر ليش تشدد على حالك؟ لكن بعض الناس بيختار هذا المربع الضيق بيعيش على هذه الظلون السيئة الكل بتآمر عليها الكل بينظر لي نظرة حسد الكل مش حابب نجاحي الكل ليش يا ابنية؟ خلي نظرة التفاؤل هذه موجودة عندك شوفوا بعض الصالحين إيش كان يقولوا وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه يا سلام بعض الناس من حسن ظنها بالله بيقولوا يا رب سوي لي هيك وبعديها هيك وبعديها بدك تعمل لي هيك وعشان أصل للنقطة الفلانية أو بعدين يصير معادي هيك وبعدين تكرمني بهيك فيه ناس بتصور هيك بتعامل مع الله قال لك؟ آه فيه النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا اللطافة هذه في ليلة معركة أحد أوصى أصحابه أن ينفرد كل واحد منهم بدعوة كل واحد يدعو دعوة سيدنا سعد يقول فوقفت أدعو ومن جانبي عبدالله بن جحش فسمعت شوف إيش دعا سيدنا سعد وإيش دعا سيدنا عبدالله بن جحش قال فدعوت الله إن كان الغد هذا سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يرسل إلي رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقتله في سبيل الله من الكفار واحد غليظ عتل جبار طغوط كبير وأضيع راسه تمام لكني سمعت عبدالله بن جحش إيش يقول اللهم إن كان الغد شوفوا هالدعاء ما أزكاه فأسألك أن ترسل إلي رجلا من الكفار شديدا بأسه شديدا حرده فيقاتلني وأقاتله طيب إيش يسوي فيك فيجدع أنفي ويبقر بطني ويقطع أذناي بالدميت يا رب تكون مرتبة الله أكبر فإذا قتلني وكنت عندك في الغد قلت لي فيما هذا يا عبدالله ليش مسوف حلكيك فأقول فيك وفي رسول الله بس يا سلام تصور إنه واحد رسول الله فتقول لي صدقت يا سلام إيش بقول سيدنا سعد فوالله لقد رأيته جدع أنفه وقطعت أذناه وعلقتا بخيط على جدع شجرة وبقر بطنه ونظرت إليه وقلت يا عبدالله استجاب الله لك أول دعائك اللهم استجب له آخر دعائك يا سلام آخر الدعاء إيش كنت عندك في الغد فقلت لي فيما هذا يا عبدالله فأقول فيك وفي رسول الله فتقول لي صدقت الله أكبر ممكن يصل الإنسان فينا لدرجة من حسن الظن على الله سبحانه وتعالى إنه يرسم خطوات مستقبله إنه يرسم البرنامج اليوم يتبعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له عن رب العزة أنا عند ظن عبدي بي يا سلام أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء إيش يعني أنا عنده يعني إن ظن بي خيرا فهو خير إله وإن ظن شرا فهو شر الله أكبر أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء الله أكبر هذا الامتحان اليوم يتبعنا ابنه امتحن في حسن الظن في الله في الرزق وفي الولد وفي الشهادة وفي الراتب كل يوم عندنا امتحان في قضية حسن الظن لدرجة إن واحد من الصالحين لما توفاه الله ابن شاف في المنام قال له يا أبتي كيف القدوم على الله قال يا ولدي اسمعها الكلامات أوقفني ربي بين يديه فقال يا شيخ السوء يا شيخ السوء بما جئتنا لما شاف العتاب الشديد بن الله قال يا رب ما هكذا حدثت الناس عنك قال ماذا حدثت الناس عني قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر أنا حبيبك صلى الله سنوه قال عن رب العزة أنا عند ظن عبدي بي والله يا رب لقد كان ظني فيك جميل قال صدق حبيبي محمد وصدق جبريل وصدق عبد الله وصدق كل الرواه دول قد غفرت لك وأدخلتك الجنة يا سلام لما بمر الإنسان في سير أعلام النبلاء عند الإمام الذهبي وبشوف أنه أحد الصالحين كان مشهور بين الناس بالإصلاح ذات البين وكان لما يدخل على مكانه لو يصلح الذات البين وقلهم اسمع الماضي لا يذكر يا سلام الماضي لا يذكر يعني بدنا نفتح دفاتر خلاص القديم عليه الرديم خلاص انتهى الكلام هذا الرجل الصالح لما مات نفس المشهد أوقفني ربي بين أديه فقال يا فلان الماضي لا يذكر يا سلام من عامل الناس بحسن ظنه بالله عامله الله بحسن ظنه بين أديه لكن شوف بعض الناس لما يكونوا لا يعرفون من هذه الدنيا إلا الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيمة يا لطيف هناك فرق نافدة الظن هذه نافدة مهمة في القلب خاصة في ظل الأزمات اللي بنعيش أبو نتقلف فيها بالليل والنهار بسبب الأوبئة والأمراض وكورونا والروحة والجي كثير من الناس متخوفة من الغد الماضي بيد الله والحاضر بيد الله والمستقبل بيد الله وساعة أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى الله لن يضيعنا ولن يتركم أعمالكم والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يحسن الظن أن يحسن الظن لأنه إحسان الظن هذه من علامات الإيمان المؤمن يدرك أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير ناس كتير امتحنوا في قضية الظن نجح من نجح رسب من رسب ذكر من ذكر أساء من أساء وعشان هيك في المبادرات الإيمانية إياكم وسوء الظن سواء بالناس أو بالله بعض الناس بيدخل على بيته بتكون زوجتي بتتكلم في تلفون ولما دخل أغلقت الهاتف إياك أن يذهب يعني عقلك بعيداً وشيطانك قريباً إلى قضية آه لماذا أغلقت الهاتف مع مين كانت تتكلم سوء الظن بيدفع إلى أنه يراقب الهاتف يركب بعض الكاميرات في البيت للتصوير للتصنط للتجسس للغيبة للنمي ليش طيب احسب الظن الحسن أنها تكلم أمها عن طبخة مش عارف تطبخها مش حابة تكون أمامك فاشلة أنها تتكلم مع أمها عن مرض يخص النساء ومش حابة أنه أنت تسمع التفاصيل في هذه المسألة عن حسن إدارة بيتها في موضوع معين أو مشكلة معينة لماذا دائماً نسارع إلى سوء الظن وهذا سوء الظن أحياناً بيورث أشياء كثيرة مرعبة ابتدعوا فينا إلى خضية النميمة وابتدعونا إلى أنه ينفرط عقد الأسرة مبادرة الإيمانية بتغتضي فينا دائماً أن نبني جسور بين بعضنا البعض وأن لا نهدم هذه الجسور ربما نحتاج إليها يوماً إلى أن نعود إليها بدلاً من أن نهدمها وعشان هيك لما دخل رجل الإصلاح بين أخوين كان مطلب كل أخ أنه هو في حاله وأنا في حاله فكان رأي رجل الإصلاح أن يبني جسراً بين البيتين حتى تستديم المودة في طريقنا إلى الله المبادرة الحقيقية تبدأ من داخلك أنت تعيش من داخلك وتموت من داخلك إياكم وسوء الظن إياكم وسوء الظن فإنه أهلك من كان قبلكم نسأل الله أن يردنا إلى دينه مرداً جميلاً وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها إلهي يا من نبه الغافلين نبهنا ويا من أصلح الصالحين أصلحنا ويا من عرف العارفين عرفنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين